السلام عليكم سالفتنا اليوم من السوالفة القديمة اللي تحبونها وهالسالفة فيها أحداث شيقة جدا فيها غدر وفيها خيانة وفيها مروءة وفيها شهامة أيضا واللي الأمور هذه يتمتع فيها أبناء البادية الكرم والمروءة والشهامة وصراحة هالقصة من أعجب وأغرب القصص قبل لا نبدأ في سرد أحداث القصة لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم فيه رجال ينقال له أبو حمدان أبو حمدان هذا رجال في بداية الأربعينيات من عمره وعايش فيها البادية وعنده خيمة شعر بيت شعر وعنده حلال وعنده راعي والرجال متزوج من أم حمدان وعنده حمدان وحمدة حمدان وحمدة يعني عمرهم أربع خمس سنين حمدان هذا وحمدة أصغر منه بشوي أو هذا أبو حمدان رجال نقدر نقول أنه من وجوه هالعشيرة ومن وجوه هالعرب اللي هو فيها رجال له قدر واحترام وتقدير ورجال شلمته ما تصير اثنين وهذا أبو حمدان يعني حاله حال أبناء هالعشيرة يتنقلون من مكان إلى مكان وهالعربان تبحث عن الربيع وتبحث عن مصادر المياه الأجل اللي تعيش هي وحلالها في يوم من الأيام أم حمدان راحت تبحث عن حطب تجمع بعض الحطب الأجل اللي قهوة والأجل التطبخ والأجل الأمور هذه يعني كانت النساء تروح تبحث عن الحطب أو الراعي أو المهم هذاك اليوم أم حمدان رايحة تجمع الحطب وإلا تشوف لها حزمة حطب يعني في أحد الوديان وقالت يعني هذا الحطب مجموع وجاهز وبلا ما أتعب وأجمع الحطب لما جت لعند حزمة الحطب وشالتها وإلا فيه بجانبها طفل صغير ملفوف ببطانية أو إحرام وهالطفل قاعد يبكي وقالت لك يعني منين جه هذا الطفل فانتبهت على الأرض وإلا فيه أثر حلال مار من هالمنطقة وآثار جمال فقالت لك لربما يعني أهل هالطفل هذا مضيعينه أو فاقدينه وأم حمدان معاها ولادها الثنين حمدان وحمدة فها قالت لك ممكن أنه يرجعون يبحثون عن هالطفل هذا وقعدت أم حمدان بجانب حزمة الحطب ومسكتها الوليد صغير معاهم مي نقطت فيه حلقه مي الوليد كان يبكي وجلست تنتظر ومر ساعة وساعتين وصارت الظهر وصارت العصر وهذه حمدة وحمدان يقولون لأمهم يا يما خلينا ناخذ هالوليد لعننا نربيه عنا بالبيت وإحنا معنا ولاد صغار فالولاد مبسطوا بهذا الطفل والأم تقولهم يعني خلينا ننتظر نشوف ممكن أهلوا يرجعون عليه إلى أن قربت الشمس تغيب ومحها ترجع وتقوم أم حمدان تشيل حزمة الحطب وتشيل الوليد صغير وترجع هي وأبنائها على بيتها شعر لما نقبلت من غاد وإلا شافها أبو حمدان شايلة معاها يعني الطفل هذا منين هذا الطفل يا أم حمدان قالت له السالفة 1-2-3 ولقينها بجانب حزمة الحطب وصراحة يعني شوفت عينك تأخرنا للمغرب وما حدا رجع عليه وبحث عنه وقالها يعني خلاص ربيه مع هالولاد وإذ بيوم من الأيام حدا سأل الولاد موجود عندنا وبدأت أم حمدان تربي هذا الطفل وسموا هذا الطفل غليص غليص بدأ يكبر شوي شوي وكانت حمدان يعني هي اللي تشيلوا على كتوفها وعلى ظهرها وتلاعبوا واعتبروا وهالطفل هذا الولد الثالث من العائلة وتروح الأيام وتجي لشهور وتمر لسنين وحمدان وحمده وغليص عايشين مثل الإخوان ما فيه تفريق بيناتهم أبدا وأبو حمدان وأم حمدان يعاملون إغليص هذا مثله وثل أبنائهم ما يفرقون بين أي حدا منهم إلى حد ما صار حمدان في يعني بداية العشرينيات وحمده يعني على أثره 18-19 سنة بنت صارت في سن الزواج وحمده هذه سبحان الله صارت أجمل بنت بهالعرب بنت طول وجمال وأخلاق وتربية وكذلك أخوها حمدان من أمهر فرسان العرب هالعرب اللي هو به حمدان هذا ينظر فيها المثل راح حمدان وجاء حمدان وكذلك أبوهم ووجه من وجوه هالعرب مثل ما قلنا وغليص كذلك الأمر ماهو سهل ولكن غليص عنده يعني بعض المشاغبات بعض الحركات ولكن ماهو بعيد عن تربية هالعائلة لأنه ربيان معهم إلا أن يعني الأبناء يختلفون وغليص هذا ما علموه أنهم لقوه بجانب حزمة حطاب وهم ربوه وكذا لا ربيع على أساس أنه واحد من هالعائلة حمده هذي عنده ولد عم ولد عمها هذا يأشقها ويحبها ومكلم أبو حمدان في شأن زواد قال يا عم أنا يعني بنت عمي هذه وأريدها على سنة الله ورسوله قبل كم سنة يعني فقال له أبو حمدان على بركة الله يا ولدي وأحسن منك ما الناسب وبنت عمك لك بس خليها تكبر شوي وهذه حمده هي تكبر وهي تحلق هي تكبر وهي تصير عقل وأخلاق يعني البنت كاملت الأوصاف والكمال لله بعد مرور الأيام والأسنين في يوم من الأيام قرر أبو حمدان وأم حمدان أنهم يروحون للحج وفي هالوقت صاروا يعني أبو حمدان وأم حمدان شياب كبار شوي بالستينات وقالوا لازم يروح معانا حمدان على الحج لأنهم شياب كبار وبحاجل من يساعدهم وكان في هذاك الوقت الحج على الإجمال قافلة يجهزون حالهم من أبناء هالعشيرة ومن هالعشائر والقبائل المجاورة وأبناء القرى والمدن ويجهزون حالهم وتتجمع هالقافلة وينطلقون على الحج وقالوا نخلي غليس وحمد في هالبيت في بيت الشعر ويدرون بالهم على الحلال وفي راعي سارح بهالحلال ووالد عمهم بجانبهم ومع هالعشيرة قالوا على بركة الله وفي هذاك اليوم يجهزون أمورهم أبو حمدان ومحمدان وأبنهم حمدان وتنطلق القافلة إلى مكة لأجل الحج وكان الوقت يعني بداية شتوية ويحتاجون شهور للروحة والرجعة يعني أبو شهر ونص روحة وقدهم عشر خمسة عشر يوم يقضونها فترة الحج وشهر ونص رجعة ويقومون يروحون وطلقتها القافلة وظل غليس وحمد في هالبيت وغليس هذا يدير باله على الراعي والحلال ولقهوى والأمور عال العال في هذاك اليوم يهب الهوى ويطلع الغيم وعلى قولة الأغنية اللي تقول يقب الهوى من جبله والغيم لما طرافه وهذاك اليوم الدنيا بدأت شتاء مع حلول الليل وهذا إغليس قاعد هو وخيته وحمده في هالخيم بيت الشعر وكانوا حاطين على المكان اللي قاعدين فيه يعني فوق بيت الشعر قطعة قماش على أساس ما يدلف عليهم البيت خيمة الشعر ويتعبون مي وأغراضهم وأذاتهم يتعبى مي فالشدة الشتاء تجمع الماء هذا فوق سطح الخيمة في مكان وبدأ يشكل ثقل على الخيمة وحمده وغليس مشغلين هالنار وهالجمرية وحاطين دلتها القهوة وقاعدين يتبادلون أطراف الحديث ويسولفون على أمهم وأبوهم وعلى مستنين بعد شهر شهرين زمان يجونهم ويجيبونهم هالهدايا من الحج وينبسطون فيهم فشافت حمده المي صارت أنها تكثر على سطح البيت الشعر قالت الحمدان يا حمدان جيب لك ود أو عصاية وأرفع الثقل هذا خلي المي تتوزع وتروع عن سطح الخيمة التي تقع علينا بهالليل ويقوم حمدان يجيب الود ويرفع المي هذه فوق لما رفعها توزعت المي على جناب البيت الشعر ونزل الجزء منها على ثياب غليص غليص هذا صارت ثياب ومي وجي قاعد بحدها النار قالها الله يصلع يا أخي قاعدين بأمان اللاب خليتي ثياب يتبتل المي والدنيا شته حمد لابس فروة ولابس عباية تحت هالفرو ولابس ثياب فقامت قالت الغليص يا غليص اشلح ثيابك هذي وراه أعطيك فروتي تلحف بها وننشف ثيابك على هالنار وفعلا قام حمدان شلع ثيابه وتلحف بفروة حمده وقالت له قرب على هالنار خلي ثيابك تنشف وتدفل يعني تمرض بهالليل وين دروح فيك وبدأ غليص يقرب على هالنار ومد رجله بجانب رجل أخته حمده ويجي الحمو على لحم حمده الظاهر طرف ساقها مبين وهو طرف ساقه مبين جه اللحم على اللحم هذا غليص أحس بحرارة والحرارة هذه يعني مثل ما تقولون هيجت مشاعره والبنت مباشرة بس حست بهالأمر اسحبت رجلها الورى وقالت شبلاك يا غليص قالها لا والله ما في شي بس يعني بالغلط ورجعه ويدفون شوي شوي غليص هذا طاب له الأمر ويقوم يمد رجله كمان مرة ثانية على رجل حمده ويجي اللحم على اللحم حمده اسحبت رجله وقالت له يا ولد على ما كنت شبلاك منهبل بهالليل شنو صار عليك شبلاك قالها والله يا حمده الشيطان قاعد يلعب براسي والله تقولي نفسي بتش يا حمده تقوله تخسي وتعقب يا غليص ومن يومين حمده تمسك دلت القهوة وتضرب غليص بين عيونه انطرح غليص صار الدم يطلع من جبينه البنت هذه يعني خافت من منظرها الدم وقامت على غليص قالت ولا يصلحك يا غليص والله يهداك والله يلعن شيطانك شنها السوالف هاي تسولفها خليتني اطرحك بهالليل ودير بالك يا غليص انك تجيب سيرة الحدة وهالسالفة اللي سولفتها خلاص اعتبر حالك ما سولفتها وتقوم تجيب شماخ او غطرة وتلف الجرح اللي اجرحته لغليص وقالت له يعني خلاص الامر هذا سكر عليه ومضت هديت الليلة على خير اصبح في الصباح وطلع اغليص يتفقد هالحلال وهالراعي ويشوفوا ولد عم حمدة لما شافوا قرب عليه سلام عليكم عليكم السلام ها شلون هالليل البارح ان شاء الله اموركم طيبة ان شاء الله ما ابردتوا قالوا لا والله امورنا زين الحمد لله وحطب واجد ونار واجد ولكن ولد عم حمدة لما شاف اغليص شاف راسه معصب وعصابته ما هي مزبوطة وقرب عليه قالوا علامك معصب راسك يا اغليص يا ولد عمي واشوف يعني كانك مطروح كان صاير عليك قال لا ما في شي لا والله هذا ولد عم حمدة شاف اغليص ما هو طبيعي يعني عنده سالفة قام يلزم عليه قال تعلمني شنو اللي صاير عليك يا اغليص ويقوم اغليص قال والله يا فلان مزالك ملزب علي انا والله ما وده سولف بس مزالك يعني ودك علمك بس صحيح ولا لا قال له ودي الصحيح يا رجال سولف قال له والله البارح شنو كاني جاعد افقد الحلال بهالليل وبهالمطر وقلت له يعني تكون انعجي والده او كذا طلعت وغبتلي شوي لما جيت عالبيت الشعر وقال اقيلك بنت عمك حمدة ورجال عندها في وضع ما هو طبيعي وصحت عليه وعارة كاني والرجال ويقوم والرجال يضربني بعصاية بين عيوني هنا وغميت ووقعت بهالليل حسيت بعد شوي ما لقيت الرجال وهذا اللي صار ش تقول يا ابن الحلال يا غليص قال له والله هذا اللي جاك وانا صراحة ما شنت وديه سولف بس انت لزمت علي ولازم علمك بس صحيح وغليص طبعا يعرف انه الرجال هذا حاتشي بحمدة علشان الزواج الرجال هذا ولد عمها قاعد يضرب اخماس بأسداس ويفكر شنو ودي يسوي شنو الحل شنو العمل قال لك والله يا ولد مزال انها بنت عمي عايبة معناته ما لي مصلحة فيها وتنباع بالعزة ولا انه جاي بالهسيرة ويقوم يرجع على بيته ولا عادي يتفقد لا حمدة ولا غليص وهذا غليص تابع حياته وحمدة يا غافل لك الله وتروح الايام وتجي لشهور ويجي ابو حمدان وام حمدان وحمدان من الحج هذاك اليوم وتستقبلهم هالعرب وهالعشيرة فزعت عليهم ويا اهلا وسهلا والحمد لله على السلامة وحج مبرور المهم الناس تهنيهم بالسلامة وكانت كثيرا من الناس يعني فيها السفرة هذه وكانت جو شتوية بعض الناس يعني يتموت على الطرقات البعيدة والصعبة وسفر فلما يجي الواحد يهنونه بالسلامة ويكون جاي بعض الهدايا وبعض الامور وجتها العرب كلها الا ابن اخوه ابو حمدان ما جاء هذا الرجال اللي حاتي بحمده ومر اول يوم قاله والرجال يعني يجوز مشغول يجوز مريض يجوز كذا اعطوه عذر ومر اليوم الثاني وما جاء عليهم الرجال يهنيهم بالسلامة في اليوم الثالث حمدان قال يعني ولد عمي اش بلا ما يجي يهنينا بالسلامة ويسلم علينا صار انه شهرين ثلاثة غايبين عندنا الديرة والله ويدروها عليه اشوف شبلها ويقوم حمدان يروح على والد عمه السلام عليكم وعليكم السلام ها يا والد عمي يشوفك ما جيت علينا لا سلمت علينا لا سلمت على عمك ومرت عمك جايين من الحج يا رجال قالوا والله اني مرضان يا والد عمي واني قدران وكذا الا ان حمدان لاحظ على والد عمه انه رجال ما هو مريض بس يعني وضعه ما هو طبيعي وظهر انه زعلان او شي وبدأ حمدان يلح على والد عمه ويلز عليه اللي تعلمني شنه السالفة قال ما في شي ومريض وكذا ما تركوا حمدان قالوا وماني طالع من هالبيت اللي تعلمني شنه السالفة وكاد في شي مزعلك لحتى ما رحت يعني تسلم على عمك معقولة يعني او على اساس انه احنا بدنا نصير نسايب وحبايب وانت من دمنا ولحمنا اكيد في شي قال والله يا والد عمي مزعلك ملزم خذها العلوم ويسولفوا السالفة مثل ما سولفوا اياها اغليص شي تقول يا والد عمي قول غير هالسوالف قالوا والله هذا اللي جاك وانا صراحة معدي شرفني اني اخذ حمده ولا اناسبكم ويقوم هذا الولد حمدان الشر بين عيونه وقال لك ولا لا اشرب من دمها حمده خلتنا تانغيب وظهر انها عشقانة تله واحد المهم راح حمدان اللي عند ابوه وقبل الله يتصرف بشي بلغ ابوه بالسالفة اللي سولفوا اياه والد عمه على لسان اغليص جابه اغليص هاي اغليص مضبوطة العلوم هاي والسالفة قالوا والله يبقى هذا اللي جاك الحل حمدان الرجال ماسك شبريته ويقول والله غير ادبحها والله غير اشرب من دمها ابوه يقول له يا ولدي طول بالك اذا دبحتها اليوم وفي هالعرب الناس تشمت فينا ونصير معيار وما نخلص من لسان هالناس الراي ابوي قال الراي تركب انت وياها باشر وعلى اساس انك ودك توديها على خوالها على اساس انكم تروحون في زيارة على خوالكم ولا مشيت لك شم يوم تمشي لك يومين ثلاث وهناك تذبحها بهالبر وترجع ويا دار ما دخلت شر ولا سألت هالناس يقول والله يعني تعرضنا الغزة والقطاع طرق وسبوها واذبحوها وهذا الي صار قال على بركة الله حمدان حمدان راح بلغ اخته بهالليل قالها يا خي باتشر ودنا نمشي انا وياش روها على خوالي ابوي وامي جايبين اغراض وهدايا من الحج ودنا نروح نسير على خوالي صارنا زمان ما شفناهم حمد تقول للحمدان يا حمدان انت ما صارلك يومين ثلاث جاي من الحج يا رجال ارتاح لك كم يوم وخلينا نشوفك والناس قاعدة لحد الان تيجي تسلم عليكم قالها ما عليش لاحقين على الناس تسلم علينا ولازم انه نصل خوالي وخوالهم كانوا ببلاد بعيدة شوي يعني مسير اسبوع زمان على الاجمال قالت والله مازال ودك هيش يا خوي على كيفك وتقوم وتجهز صرة هذه حمد ثيابها وبعض الحاجيات وجهزت نفسها على اساسها من الصبح تسري هي وحمدان وفعلا اصبح الصباح وكل من يركب على الذلول حمدان وحمد وينطلقون باتجاه خوالهم ويوصلون الليل بالنهار الى حد ما مشوا نهارين بلياليهن وبدأوا في النهار الثالث حل المغرب وهذا حمدان متقصد انهم ما يرتاحون الا شوي علشان حمده تتعب في هالطريق ولما صار هذاك اليوم المغرب قالها يا حمده شو رأيتش اليوم نرتاح والنام في هالمكان لانه صارنا يومين ثلاث واحنا طايرين قالت له ايه والله يا اخوي والله انا تعبت وصراحا ما عدا اقدر اتابع ويقومون يفرشون بها الارض كل من مده فراشه تشلولهم لقمة او ناموا حمده هاي المسكينة ميتة من التعب يا دوب حطت راسه وراحت نايمه هذا حمدان سوى حاله نايم بقى في هذي عشر دقائق ربع ساعة صارت غاطة في سابع نومة ويقوم يسحب الشبرية الخنجر او يقف فوق راسها اذبحها ما اذبحها الولد حن على خيته وما يعني ما قدر انه يذبحها قال يا ولد والله ما نذابحها بس راح اخليها بهالصحراء ويقوم يشيل المي والزاد ويربط الذلول اللي راكب عليها اللي كانت راكب عليها خيته حمده مع الذلول اللي له ويركب ويرجع فيه عكس الاتجاه قالك خليها تموت هنا من العطش وتجوع او تاكل هالذياب او يرجع هذا ويمشي كل هالليل الى حد ما طلع الضو يعني مشي مسافات والاجمال تمشي بهالليل تطوي يعني يعني تقطع عشرات الكيلومترات اطلعت الشمس وهذه المسكينة حمده قدمه يماشي بهالثلاث ايام متكسر تكسر وتعبانا حست من النوم على حرارة الشمس لابسة هذه مثل ما تقولون الحلق اللي هو الليرة عصمالية الليرة هذه على حرارة الشمس الكعتها على اذانها او على رقبتها حست على الحرارة هذه وقعدت وقال له ما حاوليها حدا لا حمدان ولا الذلول ولا شي فزت على طولها وتصيح يا حمدان يا حمدان يعني ما في لا حمدان ولا من يحزنوا او صارت تركض وتفتل وقالت لك وكاد هذا يعني جاه حنشل الحنشل اللي هو الغزو تقول شنو اللي صار وين راح اخوي المهم حمدان فص من الحداب وتطلع لك هذاك اليوم تقفلك على صخرة عالية وتخاف من الدواب من الحيوانات المفترسة من الاذياب وإلا جاي وإلا جاي مجموعة من الفرسان وسايقين حلال وسايقين بل وتقوم يحني لما نقربوا عليها نادت عليهم وقالت يا رجال أنا داخل على الله ثم عليكم والرجال يسمعون صوت مرة قربوا على المكان وإلا هالبنت واقفوا فوقها صخرة قال اعطوني الإيمان يا جماعة أنا داخل على الله وعليكم واحد من هالفرسان واللي هو عقيدهم وينقال له محمد محمد هاذ قال أبي شري وعليك أمان الله وعبد الله وش شافوا لك هالبنت المزيونة هالطويلة بنت أول مرة يشوفونه بجمالها إلا أن العرب لا أعطوا كلام وقالوا يعني أحد دخل عليك أو طلب الأمان ويعطيته الأمان خلاص لو مهما كان يكون لا أحد يقرب عليه ولا أحد يأذيه وخلاص أنزلت البنت من الأصخرة هاي بنت علومك منين أنت وشنو مشكلتك شنو كذا البنت ما ترد قالت بس يعني أريد مي أشرب وكذا شربوها مي وظاهر الفرسان هذولا كانوا في غزو وراجعين من الغزوة وسايقين قدامهم حالحلال وهالإبل قال ثلاثة أربع عيال وشبيرهم ومحمد ودى البنت على المحرم وسولف أبوه بالسالفة اللي صارت عليه وقال والله لقينها البنت هذي فيها الصحراء ودخلت عليها يبع وجبتها معنا وعاشت البنت هذي معاهم فيها البيت بيت الشعر ومحمد هذا يحوس ويلوس البنت جميلة جدا ما هو قدران يقاوم يعني والبنت دخيلة عندهم ما يقدر أيضا أنه يعني لا يعتدي عليها لا يقدر يلمح لها بشيء أنه مثلا والرجال محتار شنو جي يسوي هذاك اليوم يجي على أبوه وقالوا يا يبع أنا صرت في سنزواج وودي أتزوج قالوا والله الساعة المباركة يا محمد من بنت الحلال اللي ودك ياها قالوا والله يا يبع وودي دخيلتنا هذي حمدة طبعا استسموها وعرفوا اسمها ولكن ما علمت باللي جرالها أنه أخوها انفقد في الصحراء قالت أنا ضايع وتاهف فيها الصحراء وهيش على الأساس يعني المهم قال ودي دخيلتنا حمدة وحمدة هذي لشدة جمالها بكل هالعرب اللي هو فيها محمد ما في وحدة بجمال حمدة قال على بركة الله يا ولدي بس خلينا نشاور البنت البنت هذه ما نقدر نغصبها عليك إذا ما لها كيف قال شاورها ويقوم الشيخ ينادي على حمدة وقالها يا بنتي طرى ولدي محمد رايدت على سنت الله ورسوله ولدي محمد هذا اللي لقاش بالصحراء وجابت شرايت قالت والله على بركة الله يا عم ولكن أنا لي شرط شنو الشرط قالت الشرط أنا مهري عشر نوق وأنا أوسمهن بيدي قال مهرج جاج اعتبر العشر نوق هذن ليش ويقومون يعطونها عشر نوق مهر وتوسمهن بوسم حلال أبوها ويسوون العرس هذاك اليوم لمحمد ولده الشيخ ويزفون عليه حمد أو تجوز محمد وحمد وكان محمد في قمة السعادة أو هذي حمد أيضا يعني انسطر عليها ولكن ظل يعني يحز بالها وفكرها أهلها وشنو اللي صار عليهم وشنو اللي جرى على أخوها خاف شلته ديابة وكادوا أنه مات حتى فاكير هذي ما راحت من بالها وتروح الأيام وتمر الأشهور وتمر الأسنين والله سبحانه وتعالى يرزق حمده من محمد أولادين أولادة شبير صار عمره ثلاث أربع سنين وصغير عمره سنة ونص سنتين والبنت مثل ما قولنا ظلت حن الأهلها وطبعا هي تعرف ديار أهلها ولكن ديار الأهل أبعاد شثير في يوم من الأيام حنت للأهل وقالت لازم أنا روح أزور أهلي وأطمن عليهم واشوف شنو اللي جرى لهم المهم وترسل ولدها تشبير وقالت له روح قول لأبوك يا يبا وديني وديني على خوالنا ويقوم الولد يروح لعند أبو محمد قال يا يبا وديني على خوالنا قام محمد يضحك ويبسم قال والله يا ولد خوالك أنا ما اندلهم ورجع الولد على أمه وقالها يا إما أبوي يقول أنه خوالي ما يندلهم قالت له روح أرجع لأبوك وقول له ودي أروه على خوالي ويرجع الولد على أبوك وقال يا يبا ودي أروه على خوالي محمد افهم انه الولد مرسول من امه وكان رجال النبيه وفارس شهم قالوا مازال هيت يا اولدي روح قل لامك خالها تجهز نفسها ومن باشر ان شاء الله نوديكم على خوالكم راح الولد بلغمه وحمده انبسطت انه راح ببكرة يعني بعد فترة من الزمن تشوفها لها وكانت في قمة السعادة وجهزت نفسها بالليل وجهزت اغراض ثياب الها وثياب الولادها وعلى اساس الصبح يمشون وعرب محمد هذا كانوا مرسلي لهم كم فارس يستطلعون بعض القبائل وبعض العشائر وبعض البلاد لاجل يغزون واحدة من هالقبائل وهالعشائر ويجون الفرسان في هذي تالليلة وبلغ والشيخ انه في احدى القبائل او احدى العربان اللي عندها حلال واجد واللي يعني هي فريسة مناسبة للغزو والغزو فيها ذاك الوقت كان يعني عرف سائد عند القبائل اصبح الصباح والمنادي ينادي بهالعرب الغزو 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 محمد على اساس مجهز نفسه وده يمشي هو وزوجته يوديها العلا ومحمد هو عقيد القوم وما يقدر يتأخر عن الغزو ولازم هو يكون على راس الفرسان فقال محمد الواحد من اخوانه اللي اسمه فيصل قال يا فيصل مرت اخوك مجهزة نفسها هي وعيالها وودي ياك توصلها لها لها قال يا اخوي هلها وين ليش ما نندلها لحنا قال انت امش معاها وهي يدليك هي تعرفها هلها وين وما عليك من الباقي وانا مثل من شايف الغزو ما اقدر ان اترك الفرسان لحالهم لازم ان اكون موجود على راسهم قال توكل على الله يخوي ولا يهمك ان شاء الله وصلها لهلها سالمة وغانمة ويقوم محمد بلغ مرته حمدة وقال هذا اخوي وصلت وان شاء الله تصلونه بخير وسلامة وتركب حمدة هي وولادها على ذلول وهذا فيصل يركب على ذلول وينطلقون هذاك اليوم ويمشون النهار وبطوله مشوا عشرات الكيلومترات الحد ما وصلوا عند هالمغرب بالقرب من احد ابيار المي وشربوا هذلول وحمدة قالت له يا فيصل خلينا نتابع مسير لانه قدامنا درب طويل وقام قال لها فيصل لا بالله ودنا ننام هنا اليوم عند هالبير وبكرة الصباح رباحه نمشي والبنت هذي حمدة فطينة وذكية حست على فيصل من خلال الطريق ساعة يمشي وراء ذلولها ساعة يمشي على يمينها ساعة على يسارها وينظروا لها نظرات ما هي طبيعية فخلال الطريق قالت لك يعني ممكن انه الرجال قاعد يحرسني او كذا ما اخذت وعطت بالامر بس معلق بالها التصرفات هذي لما فيصل قال ما نمشي ودنا ننام هنا وينظروا لها بنظرات هي شي يعني غدر وخيانة حست انه الرجال وده يغدر فيها قالت لا بالله يا فيصل لازم نمشي وانت شبلك يعني شوفك تنظرني نظراتك ما هي طبيعية علامك قالها والله يا بنت ما جايش من الاخبار قال لي انه نفسي بتش يا مرتخوي ش تقول يا الخاسي قالها والله هذا اللي جايش قالت له والله تخسي وتعقب والله الموت ولا انك تلمس شعره مني ش تقولين قالت له هذا اللي جايك ويمسك واحد من ولادها ولدها تشبير وواقف على البير وقال لها ترى والله ان ما خليتيني اقرب عليك الا اني ازدت ولدتش هذا بالبير قالت له زدت بالبير وانا اشرفي اغلى من هالاشياء هاي بشثير وتخسي وتعقب بعد يا فيصل او هذي يعني ما هي فعال الرجال يا فيصل وبعدين انا مرتخوك مو عيب عليك تصور في السؤال في هذي يا رجال قام وشيل الولد ويزدته بالبير قال ها اتخليني ولا ما اتخليني انا معاش اليوم قالت له والله لول شنو عندي ولا ممكن انك تقرب علي ويقوم يمسك الولد الثاني وقال ها ازدت الولد الثاني بالبير قالت له زدته ولا خليك تلمسني لمس ويمسك الولد الثاني ويزدته بالبير حمده شافت الرجال هاذ مستذبح وخلاص ناوي عليها يعني ناوي عليها ذبح لها ولادها اثنين وهي ترجاة وتوسل الحل وتقوم حمده الدنيا هنا بهالوقت هذا اظلمت صار الظلام وتحط ثوبها بسنونها وتقول الله وتهرب بهالليل اهربت من فيصل وفيصل صار يركض وراها وهي تركض وتجو الدنيا ليل ضاعت حمده من فيصل ما لقاها وظلت تركض على وجهها بهالليل والانسان لما يكون خايف سرعته بدل ما تكون خمسين تصير الف وهذه ساعات وهي تركض كل هالليل وهي تركض وتقول لها الساعة يجيني وشوي يجيني طلع عليها الضو والبنت ريق هناشف وهذا فيصل لما ضيعها رجع على مكان البير ونام هذيش الليلة عند البير ولما أصبح الصبح اركب ذلوله ورجع حمده هذه لما أصبح عليها الصباح وتشوف لها راعي بل من بعيد وتروح لعند الراعي هاذ ودخلت عليها قالت له أنا داخل على الله ثم عليك قالها وصلتي يا بنت الحلال عليك أمان الله وعبد الله شني مشكلتت شنو قصطت شني كذا قالت له اش ودك من قصطي انت الديرة هذي ديرة من والحلال هذا المن قالها والله هذا حلال القاضي إفلان والقاضي هذا من أشهر قضاة العرب فيها ذاك الوقت رجال تيجي تقاضى عنده هالعرب ورجال له سمعة وتشلمته ما تصير اثنين بين القضاة وبين الشوخة العرب وحمدة تسمع فيه قبل قالت له يا رجال أنا يعني طالبة منك طلب قالها يا بشري ومثل ما قلنا الدخالة عند العرب قبل شيء مقدس والحد الآن وما زال لا دخل واحد على بدوي أو واحد من أبناء القبائل والعشائر وحتى الناس الحضرية لجاهم دخيل يلبونه ويحمونه البنت هذه حمدة قالت يا أفلان أنا طالبة منك طلب أريد منك ثوب يعني ثوب رجال وشماخ قالها إبشري عندي والله أنا بوحدة من هال الذلول حاط عليها عدة لي وفي عندي ثوب وفي عندي شماخ وقالت له أريدك تذبح لي انعجة وتعزلي شحمها عن لحمها وتطبخوا لحاله قالها إبشري ما طلبتي شيء قال بس حمد تقول للراعي تقول له أجهدك بالله أنك ما أجيب سير المخلوق قالها يا بنت الناس خلص سر جبير واعتبري نفسك تسول فيه نفسك ويقوم هذا يذبح لها نعجة ويعزل لحمها عن شحمها ويجيب لها الثوب الرجال هذا واحد من ثيابه وشماخ وعقال وقامت هذه جابت من الرماد رماد النار وخلطت مع الشحم سوت مثل ما نقول ماسك أو خلطة مكياج بمسمياتنا اليوم يعني سوت الخلطة هذه وقامت تدهن بوجهها وتمكيج نفسها وتموه نفسها وصار اللي يشوفها يفكرها رجال ولبست الثوب الرجالي ولبست الاشماخ والعقال وقالت له وين بيت القاضي أي بيت منه قال له هذاك بيت القاضي وهو شيخ العرب ومبينها البيت شبير مسوبع وتروح على البيت سلام عليكم وعليكم السلام يا حي الله صبه والقهوة على أساس أنه هذا اللي جايهم رجال وطبعا حمدة ثخنت صوتها وعلى أساس أنها رجال وتقصر الهرج يعني ما تسولف كثير قال له إذا انسألت سؤال تجاوب على قد السؤال بدون زيادة أو نقصان وتعاول أنها ما تسولف لأجل ما ينكشف أمرها وباتت هذاك اليوم بعد ما يعني ضيفوها وكرموها الصبح معا طلعت الشمس أو معا شقة الضو وتقوم حمدة على القهوة طبعا بيت القاضي ما فيه إلا هالقاضي فيه البيت وزوجته فيه الطرف الثاني فيه المحرم والقاضي هذا ما عنده ولاد قامت حمدة من الصبح أو تطبخها لقهوة وتصلحها لقهوة وحمدة كانت تسوي قهوة ببيت أبوها القهوة ما يسويها رجال قاعد الشيخ على ريحة الدخان وريحة القهوة وشاف لكون هالولد قاعد على دلال القهوة وقاعد يطبخ قهوة ويقوم هذا خلينا نسمي الآن عاد حمدة نسميها حميد ويقوم وحميد يمسك دلة هالقهوة ويجي يصب قهوة للقاضي القاضي لما شرب القهوة أول مرة يشرب وطيب هالقهوة قال والله يا ولدي يا حميد انت ما شاء الله عليك هالقهوة هذه أول مرة أنا أشرب مثلها وتعالي قعد انت بجانبي خلينا نشوف شيني مشكلتك شيني علومك شينو قال حمداء قال حميد والله يا شيخ أنا رجال متاية ومضيع أهلي والله ودي أقعد عندك هنا بهالعرب وهذا القاضي شاف انه يعني بما انه ما عنده أبناء والله مو مرزقه العيال قال والله يا ولدي يا حميد أنا الله ما أرزقني عيال أبو أعتبرك أولدي أبو قعد عندي وتصب قهوة وتحضر هالجلسات وعلى مدى الله ويقعد حميد عند القاضي وتروح الأيام وتيجي الأيام نرجع الفيصل أخو محمد فيصل أخو محمد تأخر له كم يوم عن الرجوع للعرب ولما وصل هذاك اليوم كان محمد رايح على الغزو وراجع شوي وإلا جاي فيصل من بعيد على الذلول أو قعد الذلول ونزل السلام عليكم وعليكم السلام محمد يسأل فيصل ها يا فيصل وصلت مرت أخوك وعيالها لأهلها قال والله يا محمد ما عندي من العلوم ألا هذاك اليوم وصلنا المكان ونمنى على أساس أنه نمرح فيها المكان هذا والصبح نتابع المسير والله وشنت أتعبان أنا هذاك اليوم وقعدت الفجر ما لقيت لا زوجتك ولا عيالها ولا ذلولها شا تقول يا فيصل قالوا والله هذا اللي جاك وحاولت أدور فيها الأماكن القريبة مني إلا أني ما لقيت لهم أثر أبدا وين راحت هالمراهي والعيال والله ما أدري أم محمد هذا المسكين فكر قال لك يعني بنت لقناها بهالصحراء والله يعني متوقع يعني يعني بنت لا يعرف أهلها لا يعرف أصلها لا يعرف فصلها إلا أن خلال معاشرته معاها ما شاف منها إلا كل خير وقال لك يعني هاي البنت والله ما ينعتب عليها لا هي ولولادها وتروح في ستين داهية ليش لأنه يعني ليش محمد يقول هي محمد قال لك معناته هذه البنت لو أنها بنت أصول وبنت عالم وناس ما تسوي الأسواة هذه المهم تروح الأيام وتمر للشهور وتمر للسنين وهذا حميد اللي هو حمدة قاعد عندها القاضي ويحضر هالقضوات وفيها ذاك اليوم يجون أثنين على القاضي متخالفين على حوار الحوار هو صغير الناقة واحد يقول هذا الحوار الناقتي وهذا يقول الحوار الناقتي واحد شذاب وواحد صادق بس كل من يحلف ويقول هذا لي والحوار هذا يرضع من الناقة هذي ويرضع من الناقة هذي وكل من يقول لي والقاضي يعجز على أنه يحل ويقضي بيناتهم كل من يحلف أنه لي ويقول محميد اللي هو حمدة قال يا شيخ تسمح لي أني أدخل فيها القضية وأحلها قال تفضل يعطنا حلك قال حفرولي حفرة نحط فيها الحوار هذا وجيبولي الناقتين ويقومون هارجال من مبهورين ليش نحفر حفرة قال أنت وسأوا اللي أقولكم عليه ويقومون يحفرون حفرة على قد الحوار يعني حفرة واسعة وحطوا الحوار هذا في الحفرة وقال جيبولي ناقة فلان اللي هي ناقة واحد منهم جت الناقة هذي صارت تفتل حول الحفرة اللي فيها الحوار تفتل 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 وبعدين تركت الحفرة هذي وولت راحت قال جيبهوا الناقة الثانية جابهوا الناقة الثانية اللي هي للرجال الصادق وصارت تفتل الناقة هذي حول المكان حول الجورة وتقوم تنزل تزد حالها في قلب الجورة ويقوم وحميد قال الحوار الناقة هذي للرجال هذي ورجال هذي تشذاب ونصاب الرجال والقاضي انبهروا من الحل وفعلا طلعت وفعلا طلعت يعني الرجال هذا يقول يعني كثر الله خيرك يا حميد انك حليت انها المشكلة وتنتشر القضية والسالفة بينها العربان وبينها العشاير وسموا هذاك اليوم حميد انفرق الاحوار وتنتشر سمعته وصيته بينها العربان وصار الناس لما تيجي عليها القاضي والقاضي يعسر عن حل المشكلة صار حميد هو اليقضي وحل كثير من مشاكل العرب وفي هذاك اليوم وبإذن تقادير المولى عز وجل تلتقي عرب حمد مع عرب محمد الرعيان التقوا مع بعضهم وبسبت انه القبائل والعشاير تنقل من مكان المكان وفي هذاك اليوم كانوا القبيلتين اول عرب بين هذول قراب من بعضهم وتلتقي رعيان حمدان الي هو اخو حمد مع راعي محمد وراعي حمدان يشوف النوق الي وسمتها حمد قبل لما خذته مهرها عشر نوق ووسمت هنا بوسم حلال أبوها شاف هنا راعي وإلا هل نوق هذا الموسمات نفس وسم نوق حمدان وأبوه قال قال يا أخي شوف عندك النوق هذي النه شنو جابها عليك قال لا والله مهلكم هذي يا أخي هذي العمي صاحب الحلال محمد وين صاحب الحلال قال له والله موجود ويقوم هذا الراعي يبلغ حمدان بالأمر وقال له والله فيه نوق لنه عند هالعرب هذي والراعي يقول النوق محمدان يشوف يلتقي هو محمد وشاف النوق حمدان قال لا بالله هذي النوق لي محمد يقول لا بالله مهلك أنا يا أخوك والله بهالزمان تزوجت وحده ووسمت النوق هذي هي بهذا الوسم وهذي نوقي وحلالي والمرض فشت وفلت وما لقينالها إثر قال والله خيو أنا هذا الكلام ما صدقه وصارت رح تصير بينهم مشكلة يعني قال يا أخي نقاض احنا مياك عند القاضي إفلان ويقومون يروحون هذي اليوم محمد وحمدان على القاضي إفلان لما نقبل على القاضي وحميد اللي هو حمد قاعد لما نقبل ورجال ولا هذا أخوها حمدان أو رجلها أو زوجها محمد هي عرفتهم بس هم ما عرفوها ولما شافت أخوها حمدان عايش وحي يرزق صارت الأفكار تأخذها وتجيبها وعرفت أنه في أمر حصل وفي دق خيانة صاير وخطر على بالها غليس وممكن هو يكون له علاقة شبيرة في هالقصة وقالت لك ممكن أنه أخوي هو اللي رماني في هالصحراء قصدا وعمدا لأجل أني أموت في هالصحراء ويقوم أحميد اللي وحمد قال يا شيخ ممكن تسمح لي أقضي فيها القضية وحلها قال بشر حل هالقضية يا أحميد والقاضي واثق من أحميد ويقوم وحميد يمسك حمدان وقال يا حمدان أنت عندك أخ اسمه غليس قال يا بالله عندي وانت شعرفك أنه عندي أخ اسمه غليس قال شو دك من علمني تروح تجيب أخوك غليس وتجي وانت يا محمد عندك أخ اسمه فيصل قال يا بالله عندي أخ اسمه فيصل قال تروح تجيب فيصل وتجي ورجال هذول حمدان ومحمد من بهرين يعني شنو اللي عرف هذا ولده القاضي طبعا حميد هنا صاروا يقولوا لو ولده الشيخ او ولده القاضي قال شنو اللي عرف ولده القاضي باسم اخوي واسم اخوه الرجال المهم كل من راح جاب خويه وجوه ويقوم حميد ياخذ غليص على جنب قال يا غليص انت بزمانك مسوي كذا وكذا 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 اللي هي قصة حمد لمن حاول يعتدي عليها او انه نفسه هامته انه يغتصبها ويسوي معاها شيء ما هو مزبوط وما خلته وقام اتهمها في شرفها وفي عرضها قال ايه بالله صحيح بس انت شنو اللي علمك ومنو اللي قال لك هالسالفة هذه اللي صار لها سنين قال انا الجن خبروني وتراهم نوين على ذبحك اذا ما علمت بها السالفة قال كل شيء اللي يذبحوني شنو ودك يا والد القاضي انا جاهز قال الان بعد شوي بس اقول لك تسولف تسولف قدامها رجال ويروح ميد ايضا على فيصل قال يا فيصل انت سويت كذا وكذا وكذا بمرتخوك لما زدت ولادها بالبير وحاول يعتدي عليها وهربت منه قال ايه بالله صحيح بس انت يا والد القاضي شنو اللي علمك قال انا الجن علمني وتراهم نوين على ذبحك اذا ما علمت قدامها رجال تراهم يذبحونك وبس اقول لك تسولف تسولف قال تم ويقوم حميد يجمع بين الخصوم اللي هم حمدان ومحمد وكل من معاه غليص وفيصل قال يا غليص سولف باللي عندك ويقوم غليص يسولف السالفة من اولها لاخرها وشلون اتهم حمده وشلون سوابها وشلون خلق اخوها يوديها في الصحراء وهذا اللي صار عليها ويقوم محمد حمدان اللي هو اخو الغليص يسحب سيف ويريد يذبح غليص قال طول بالك يا ولد ما تذبح الرجال عندي طول بالك ويقوم يهدون محمد حمدان علشان لا يذبح غليص وينادي حميد على فيصل يا فيصل سولف اللي عندك ويجي فيصل يسولف سالفته اللي سواها بمرتخوه حمده وانا سويت فيها كذا وكذا وزتيت ولادها في البير وسولف السالفة كاملة محمد ما هو مستوع بالامر انه شلون اخوه سواب زوج تويتش وعلى اساس انها هربت بهالليل هي وعيالها او يمسك سيفه ايضا يريد يذبح اخوه فيصل قال طول بالك لا تذبحه وبالنسبة للبل هذي اللي مختلفين عليها ترى هذه البل لاهي المحمد ولاهي الحمدان قالوا لما البل قالت قال البل هذه لي واني حمده قالوا اشلون حمده وانت رجال قالت الملاب لاني حمده بس اعطوني شوية وقت وتقوم حمده تندار على الامحرم وتحمم وتسبح وتنظف نفسها من خلطة شحم النعجة هذي واللي كانت كل يوم ادهن نفسها فيها على اساس ما يكتشفونها ولا يعرفونها نظفت نفسها وجدت عليهم وانا هذه حمده حمدان اعرف اخته وصوتها يعني غيرت صوتها رجعت على صوتها الطبيعي ومحمد شاف هذه زوجته قالوا ايه بالله صحيح ويقوم حمدان يستل سيفه ويقطع راس غليص جزاءا الغدره وخيانته بخته ويقوم محمد ايضا يستل سيفه ويذبح اخوه فيصل جزاء ما سوى على اساس انه يعني ذبح ولاد اخوه محمد وزاتهم في البير وكان ابنيته يعتدي على زوج تخوه وطبعا هالكلام وهالحداث كلها بحضور ابناء العشيرة عشيرة القاضي وهالرجال كلهم من بهرين لما شافوا انه هذا حميد اللي هو سموه مفرق الحور طلع بنت ولكن هالبنت ولا كل البنات ما شاء الله عليها هالزين وهالطول وهالصوت الناعم وعلى اساس انها مفرق الحور ويقوم هذاك اليوم عاد حمدان ياخذ اخته معاه على اهلو وعلمهم بالسالفة من اولها الاخرها شنو اللي صاير على حمده واللي جرالها والايام السودة اللي مرت عليها وشان فيها ذاك الوقت امها وابوها تقريبا في نهاية عمارهم احوالهم الصحية تعبانة والمهم انكشف امر اغليص وخذ جزاته وفيصل خذ جزاته على عملته واثنيناتهم انقصت روسهم وهالقصة هذه يقولولها من اسرائيليات العرب لا تكذب ولا تصدق وفيها الكثير من العبر لللي يودوا يعتبر كانت هذه نهاية القصة لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم دمتم في رعاية الله وحفظه